المساحات الخضراء تتقلص في ليبيا لصالح البناء العشوائي والتصحري خلال العقد الأخير دون وجود خطط حكومية واضحة لمجابهة أخطار التغير المناخي الذي يحدق بليبيا كغيرها من الدول في ظل استمرار الاعتماد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري مصدرا أساسيا للطاقة عندنا هو العديد من الأشياء التصحر والقطع الأشجار والمسح الغباط من أجل بناء العشوائي فيها هذه واحدة أعطي من أهم المشاكل بالإضافة لمتبقيات المبيدات والمبيدات الزراعية تحتاج إلى وقفة جادة من الدولة بالإضافة للغداء ودخول الغداء من المنافذ حتى هو يحتاج إلى وقفة جادة فيما تسعى منظمات المجتمع المدني المحلية لتحقيق التوعية بأخطار الاعتداء على البيئة وتقود حملات توعوية بأهمية المحافظة على الشواطئ والمساحات الخضراء وزيادتها من خلال حملات تشجير قامت منظمة تنظيف شواطئ المدينة من العبوات البلاستيكية بعدد أكثر من 20 حملة على شواطئ المدينة مع حملات توعية على خطور تدفق البلاستيك إلى البحر على البيئة البحرية قامت منظمة أيضا بحملات تشجير داخل المدارس لعدد أكثر من 25 مدرسة حيث يتم توفير الشتلات ويقوم التنميذ بغرصة تحت أشرافنا أخيرا قامت منظمة بغرص حدود 500 شجرة داخل بنغازي فيما لا تزال الرؤية الوطنية الموحدة حول مواجهة التغير المناخي غائبة بسبب الانقسام السياسي ونقص التشريعات الواضحة لدعم البيئة رغم وجود جهود مجتمعية خجولة لدعم البيئة في ليبيا يبقى هذا القطاع يعاني وينتظر الاستقرار السياسي عله يلقى الاهتمام الذي يستحقه رافت بالخير الحرة طرابلوس ترجمة نانسي قنقر